السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة Easy Ingleasy السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة معاكم مستر طال بنا من قناة Easy Ingleasy احنا النهاردة ان شاء الله مستكملين مع Unit 10 الوحدة اللي بعنوان Facts and Figures حقائق وارقام او حقائق واشكال هندسية لكن طبعا احنا قلنا الاوقع حقائق وارقام احنا النهاردة مع Part 3 وده الجزء الخاص ب Lessons 3 & 4 تعالوا ان شاء الله نبدأ زي ما احنا متعودين بشكل مباشر مع دعاء المذاكرة اللهم اني اسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين وان تجعل ألسنتنا عمالة بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك انك على كل شيء مقدير وحزبنا الله ونعم الوكيل ونقول بسم الله نبدأ ان شاء الله مع اول جزئية عندنا وهي جزئية النص السماعي ده اللي المفروض حضرتك بتسمعه في الـ وطبعا ده نادرا ما يحدث او يمكن شبه مستحيل شوية في كثير من المدارس تعالوا نشوفها يا محادثة ما بين موظف او موظفة وفادر الاب وامل الموظفة بدأت الكلام بتاعها هل ستسافرون بالطائرة الى اسوان الساعة 11 فالاب قال لها نعم نحن سنسافر ها هي تذاكرنا التذاكر بتاعتنا هيف الموظفة الموظفة قالت له شكرا ما عدد الشنط اللي معاك فالاب قال لها او اللي معاكوا طبعا احنا معانا حقيبة لكل واحد حقيبة سفر وبنتي معاها حقيبة مدرسية ايضا فامل البنت ردت وقالت can i keep my school bag with me on the plane هل لي ان احتفظ بحقيبة المدرسة بتاعتي معي على متن الطائرة فالاب رد عليها قال لها well حسنا there isn't a lot of space where we're setting for big bags لا يوجد مساحة كافية حيثو ما سنجلس وما فيش مساحة طبعا للشنط الكبيرة يعني but i think ولكن انا اعتقد we can take small bags with us ولكن انا اعتقد ان احنا نقدر ناخد الحقائب الصغيرة معانا طبعا اكيد فين علاماتنا الطائرة فالموظفة الكليرك ردت وقالت we allow bags that are smaller than 55 cm long احنا بنسمح بالحقائب الاقل من 55 cm long يعني طول والطول اللي احنا نقصد بيه زي الكاونتر اللي قدامنا ده كده ده كده اسمه long بالشكل ده كده اسمه long عشان بس اللي بعارفين فقول how long is this counter تمام كده؟ تمام we allow bags that are smaller than 55 cm long and the 40 cm wide واللي عرضها 40 cm how long is your school bag؟ ما طول الحقيبة بتاعتك؟ تعالوا كده نشوف باقي المحثة ايه؟ امل ردت وقالت I measured it this morning انا استهى الصباح من العرض الصبح it's 50 cm long طولها 50 cm فردت الموظفة وقالت لها how wide is it؟ كم اتساعوها او كم عرضها؟ فقالت لها it's a 35.5 cm wide عرضها او اتساعها 35 cm فصلة خمسة يعني تقريباً ونصة زي ما احنا بنقول فردت الموظفة جيد You can take a small bag تقدر يتاخذ حقيبة صغيرة that is not heavier than 10 kg اللي مش اثقل من 10 kg يعني وزنها اقل من 10 kg How heavy is your school bag؟ ما وزن؟ او كم وزن؟ الحقيبة بتاعة المدرسة بتاعتك Can you put it on the scales so we can weigh it؟ تقدر تحطيها على الميزان عشان نقدر نوزنها؟ طبعاً weigh الجي اتش هنا silent فابقول weigh تمام؟ تاني بنكرر نقطة بتاعها weigh We can weigh it تمام؟ It's 5.25 أو 5.25 kg وزنها خمسة كيلو فصلة خمسة وعشرين So that's fine هي على ما يرامي يعني انت الامر بتاعك مزبوط والوزن بتاعك مزبوط هي مش اثقل من 10 kg هي خمسة فصلة خمسة وعشرين فالابا لها write حسنا So you can take your school bag with you تقدر تاخدي معاك حقيبة المدرسة يا أمل Oh I almost forgot أنا كنت تعريباً هنسة I've got a present for my brother أنا معايا هدية لأخويا It's a poster ملصق Can I take it with me on the plane أقدر اخدوا معايا على متن الطائرة الملصق فقالتلو let's see How long is it ما طولو فقالتلو It's 53 cm طولو 53 cm قالتلو yes That's not too long مش طويل قوي عادي تقدر تاخدوا معاك على الطائرة You can take it with you on the plane تقدر تاخدوا معاك على متن الطائرة So let's go دعونا نذهب لذلك أو بما أن يعني أمورنا سليمة يلا خلينا نروح على الطائرة أو نتجه للطائرة فقالتلو the plane is very big الطائرة كبيرة جدا How tall is it ما طولها الطول الرأسي زي البني آدم كده هو واقف بالشكل ده كده طولها من الأرض لأعلى نقطة فيها فقال لها It's about 19 meters tall هي حوالي 19 متر طول يبقى من الأرض من العجلات اللي بتلامس الأرض لأعلى جزء في الطائرة الارتفاع بتاعه أو الطول بتاعه خلينا نقول عشان نكون دقيقين احنا بيستخدم طول فالطول كده 19 متر أمر قلت له How fast does a plane go dad ما سرعة أو كم سرعة الطائرة اللي يا بابا أو يا والدي فهيبدأ يقول لها A plane goes at about 560 Km an hour الطائرة تستطيع إنها تتحرك بسرعة 560 Km في الساعة طبعا سعب بنقول an hour وسعب بنقول We pair our pair P-E-R يعني في الساعة اللي اتنين برضو بنفس المعنى فأمر قلت له Oh that's very fast دي سريعة جده We'll get to a swan quite quickly then احنا كده هنوصل لأصوان بشكل إلى حد ما سريع تمام تعالوا نشوف general notes on reading الملاحظات اللي عندنا على جزئية reading أو على الجزئية حتى اللي احنا قرناها لأنها مفتوة tab script أول حاجة عندي how زائد الصفة الكلام ده بالضبط يقدر يساوي what زائد الاسم لما بحب أسأل عن القياسات والأطوال والسرعات والأوزان والحاجات دي كلها أقدر أسأل how زائد الصفة أو what زائد الاسم فبيقول لي راحز عند السؤال عن المقاييس يمكن السؤال بطريقتين ده اللي احنا بنقوله how plus adjective how زائد الصفة أو what plus noun what زائد الاسم تعالوا كده نشوف how fast ما سرعت ودي بيقابلها انك ممكن تسأل نفس السؤال ولكن بشكل مختلف وتقول what speed what زائد الناون how heavy ما وذن ممكن أقولها what weight الناون من way يزن هي weight وانت بقى t يبقى نجي اتش سايدن وبروح انت الت how much بيبقى معناها كم ثمن أو كم للكمية طيب لو هي كم ثمن فانا ممكن أقول what price ولو هي how much للكمية ممكن أقول what quantity ما الكمية لاني what معناها ما أو ماذا فانا هنا بقول ما السعر أو ما الكمية how long معناها ما طول ممكن أقول what length احنا لجيب ننتقها خفيفة شوي what length هي مش silent عشان بس نكون واضحين ما حتى يقول لي how length لا هي length length منطق الجينو خفيف جدا طيب قلنا اني ما طول ده الطول العرضي اللي احنا بنوع عليه أفقي يعني الحاجات اللي بعرضي زي ما احنا قلنا من شوية counter ممكن أقول السجادة ممكن أقول الطرقة اللي عندي في البيت ما طولها طول الطرقة من الصالة أو الريسيبشن لي مثلا غرف النوم دي اسمها طرقة فانا اقول ما طول الطرقة دي المسافة قد ايه تمام how tall برضو معناها ما طول ولكن قلنا طول الرأسي زي البني آدم كده هو واقف من الأرض لأعلى نقطة الشعر اللي على راسه بنبدأ نقيس ونقول ما طول how tall وعندي برضو how high كامل ارتفاع أو ما الارتفاع النحة التانية what height what height هي حاجة واحدة بس how wide ما الاتساع أو ما العرض عندي what width what width عشان نبقى عارفين طيب ازاي نفرق بقى ما بين how tall و how high عشان دي عاملة مشكلة طيب ركز بقى معايا عشان نتعلم صح اللي قدامي دي صورة لبرج خليفة لما يكون المبنى اللي انا بتكلم عنه ملامس للأرض اهو ركز معايا في الصورة ويكون عرض المبنى عرض المبنى أقل من طوله طبعا احنا شايفين طوله تقريبا 828 متر العرض طبعا أقل بكتير جدا زي ما احنا شايفين لا يساوي الطول أبدا في الحالة دي حضرتك بتقولي هاو طول إز بورج خليفة طبعا خليفة أنا مفروب أن تقعها بالإنجليش كاليفة هاو طول إز بورج كاليفة تمام؟ مظبوط طيب أم الامت استخدم هاو هاي احنا اتفقنا أني لما يكون العرض ده أقل من الطول فبالحالة دي أنا بقول هاو طول امت استخدم هاو هاي ركز كنا معايا في الصورة اللي جاية الصورة دي مثلا بتاعة صور صور مثلا المدرسة صور الكلية صور الحديقة صور الحديقة بالشكل ده العرض بتاعه أكبر من الطول صح كده؟ فهنا أقول هاو هاي is that wall ما ارتفاع هذا الصور؟ يبقى عكس دي هنا العرض أقل من الطول فبقول هاو طول هنا العرض أكبر من الطول فبقول كام ارتفاع واستخدم هاو هاي مثال آخر على الجبل الجبل أو سلاسل الجبال عرضها كده يا جماعة شو فوق العرض ده أكيد أكبر بكتير قوي في القياس من الطول فبرده بقول how high is the mountain how high is the mountain طب يا مستر على فكرة أنا شفت قبل كده حد مستخدم هاو هاي مع الأبراج امتى أقدر استخدم هاو هاي احنا اتفاعنا ده بنقول how tall how tall is borge califa تمام امتى أقدر استخدم معاها how high طيب احنا قلنا عشان أقول how tall أنا لازم يكون المبنى ملامس للأرض وبتكلم على إن العرض بتاعه أقل بكثير في القياس من الطول طيب امتى بقى أقول how high في حالة إن أنا مثلا أكون بتكلم عن الطبق الأخير شايف حضرتك النقطة المنورة دي دي نقدر نقول إن دي تقريبا آخر مكان أو آخر طابق لإني طبعا اللي بعد كده ده قطعة حديدية وطبعا متوصل بها حاجات للتليفونات وغيره وغيره دي مش يعني ده مش موضوعنا ولكن هنقدر أقول آخر نقطة هنا هو ده آخر طابق تقريبا آخر طابق الناس تقدر تعيش فيه يعني فلما حضرتك تتكلم على مرتفاع آخر طابق في برج خليفة آه هنا قدر أستخدم how high هسأل بإزاي أو هسأل بإيه هقول how high is the top floor of برج خليفة تاني هقولها how high is the top floor how high is the top floor of برج خليفة يبقى هنا مرتفاع آخر طابق في برج خليفة اشمع أنا استخدمت ده معاها وهي لإني آخر طابق في برج خليفة لا يلامس الأرض لا المبنى هو اللي يلامس لكن آخر طابق لا نفس القصة مع الجبل احنا كده كده مع الجبل قولنا عرض الجبل لإنها بتبقى سلاسل جبال في الغالب فبيبقى ممكن طوله بالتلاتة اربعة خمسة كيلو متر الجبل ماشي معايا طوله ما أنا ماشي بالسيارة وارتفاعه مستحيل يساوي الطول ده طبعا في بعض القمم الجبلية ممكن لكن في معظم السلاسل الجبلية هي أطول أنا ممكن أمشي بالسيارة أربعة خمسة كيلو والجبل أصلا طوله حوالي ألفين كيلو متر يعني اثنين كيلو بس والجبل كده أنا ماشي معاها بالسيارة خمسة ستة كيلو فبالتالي برج رابقول how high وقمة الجبل برضو بقول معاها how high how high is the top of this mountain how high is the summit لأني برضو عندي كلمة summit يعني قمة فكده كده أنا مع الجبل في كل الأحوال بستخدم how high سواء كنت بتكلم على الجبل عموما أو بتكلم على أعلى قمة فيه الصور how high لأني عرضه قياس عرضه أكبر بكتير من الطول ده فبالتالي بقول how high is the wall أو is that wall لكن كده جمعنا عايز أقولها بقول how long طبعا أنا مش عايز بس الحين الوقت يبنقرن ما بين how tall و how high قلنا البرج ملامس للأرض وعايز أسأل كده بقول how tall عايز أسأل عن طابق معين زي الطابق الأخير هقول how high أتمنى كده أنا كون وضحتها ما قدرتش تستوعبها ممكن تعيد الكام دقيقة اللي احنا شرحنا فيهم الموضوع ده هتقدر تفهمها مرة واثنين وثلاثة ما عندكش أي مشكلة الفيديو عندك عيد زي ما انت عندي تمام تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده رقم اتنين لاحظ استخدام الصفة كتنييس في نهاية القياسات بدون أي إضافات لها بعد القياسات يعني لا بنحط للصفة ER ولا بنحط للصفة EST ولا أي إضافة زي ما هي كم عمر حسن كم عمر حسن بحطها في الآخر زي ما هي تسألتني بـ old حطة old بدون أي إضافات how tall is gada ما طول غادة she is 140 cm tall بتقول لي how tall فاستخدمت طول بدون أي إضافات طبعا غادة هتلاحظ ان احنا كبشر طولنا واحنا واقفين العرض بتاعنا أقل قياسا بالسنتيمتر طبعا من الطول بتاعنا فبالتالي بنستخدم مع البشر how tall زي غادة زي عمر زي إبراهيم أي شخص أنا بقوله how tall are you ما طولك تمام كده يعني لو طبقت عيق نفس النظرية لأن مثلا في ناس تانية تقولك الشجر اه معي برضو trunk بتاعت الشجرة اللي هي الصاق بتاعها الأساسي عرضه قياس عرضه مستحيل يكون زي طول الشجرة فبالتالي برضو بقول how tall is this tree زي فكرة البرج وبتكون طبعا الشجرة أصلا ملامسة للأرض كذلك البشر وقفين على الأرض إمت استخدم معاهم how high لو حضرتك تلعت وقفت على ترابيزك فنقصد ارتفاعك لأنك غير ملامس الأرض ارتفاعك من الشيء اللي انت واقف عليه من الشيء اللي انت واقف عليه لأول القدم بتاعتك دي كده أقول عليها how high لكن انت وانت واقف على الأرض ملامس للأرض والآخر جزء فراسك من فوق ده كده اسمها how tall تاني هو بوضح عشان نبقى الموضوع شائق شوية وفي حالات كتير على فكرة ولكن احنا خلاص كده مع البشر how tall إلا الاستثناء اللي انا قلته لك لما تطلع توقف على حاجة تطلع توقف على كرسي فانا هنا عايز اعرف ارتفاعك عن الأرض شوفت انا بقولك ازاي؟ عايز اعرف ارتفاعك عن الارض شوفنا الفرق وانا مش بعلمك انجليزي يقول عدادي ومش بعلمك انجليزي تاني عدادي ومش بعلمك انجليزي تالت عدادي فقط كمنهج انا اللي بيسمعني بيتعلم انجليش انا عايز اعلمك انجليش واللغة ملهاش علاقة بالمنهج فقط لا مدام في حاجة نقدر افهمها ليه لا ان انا اقدر افهمها طيب نفس القصة ولكن long or tall واحنا اتكلمنا فيها دي طول قلنا لقياس الطول الرأسي قلنا لقياس الطول الرأسي قلنا لاشخاص كائنات حية اشجار مباني اهي هو ذكرها لي اصلا المباني تمام long لقياس الطول الافقي الافقي يا جماعة كطول الطرق الشوارع الانهار قلنا السجادة الطرقة اللي عندي في البيت الصالة الريسبشن عايز اجيب الطول بتاع الريسبشن هقول how long استخدم معاه long for example how tall is your brother ما طول اخيك how long is this street ما طول هذا الشارع تمام يبقى ادي الفرق اخوك لما يوقف على رجله من الارض لأعلى جزء فراسه ويبقى كده how tall لكن الشارع ازا ما احنا بيقول نايم على الارض فالتالي بقول ما طول الشارع how long is this street نكمل مع بعض ونروح للنقطة number four number four بقول لي it's plus adjective it's زائد صفة to زائد الفعل في المصدر لاحظ التركيب ده اهي يعني انا اقول مثلا it's dangerous to زائد الفعل في المصدر it's dangerous to drive too fast انه من الخطر ان تقود السيارة طبعا في شكلمة السيارة ولكن drive يعني يقود too fast بسرعة زائد عن اللزوم يعني كلمة to يا جماعة قوية اقوى من very ويبقى معناها ان الشيء ده زائد عن اللزوم number five لاحظ انه يمكن اعطاء اوامر او تعليمات قوية باستخدام always او never في بداية الجملة يعني مش شرط ان ابدأ بالفعل اقول لك put photos لا انا ممكن ابدأ بnever اقول لك never put photos on websites ابدا لا تضع الصور الخاصة طبعا اللي يصدها على مواقع الانترنت on websites always wash your hands دائما اخسل يديك after the meals بعد الوجبان اذا انا ممكن ادي امر احضر عليك command او imperative form صيغة الامر باستخدام never في بداية الجملة وده يكون نهية عن فعل الشيء او always تأكيد لفعل الشيء باعطاء الامر ده اقول لك دايما نافعل كذا number six scales shoes gloves trousers لاحظ اني كل هذه الاشياء المكونة من جزئين تعامل معاملات الجملة الميزان عبارة عن كفتين الحزاء عبارة عن فردتين كذلك gloves خلي بالك بننطقها glow مش glow بل انطقها gloves اللي هي الجوانتي او القفاز وده مكون برضو من زوج اتنين يعني trousers نفس القصة في مكان لكل رجل حضرتك بتدخل رجلك اللي اتنين في مكان مختلف فهو مقسوم الى قسمين البنطلون trousers jeans نفس القصة بنحط لها s عشان في مكان لكل رجل وهكذا فدول يا جماعة يعاملوا معاملة الجمع وفي بعض الحاجات لا يمكن فصلهم يعني gloves يمكن فصلها على سبيل المثال انت ممكن تسحى الصبح مش تلاقي جوانتي فتقول فردع منهم يعني تقول لي where is my glove ما فيش اي مشكلة الحزاء نفس القصة الشراب sock ممكن اقول where is my sock مش لازم اقول socks لاني ممكن اضيع فردة واحدة وده غالبا اللي بيحصل يعني تمام لكن trousers ما قدرش افصلهم البنطلون ما حدش هيلبس رجل واحد shorts اللي هو الشورت ما حدش هيلبس رجل واحد لا ما قدرش افصلهم من فاش تقول لي where is my trouser لا لازم اقول where are my trousers where are my trousers تمام scales are used to measure weights يبقى الميزان يستخدم في قياس الوزن weights او الاوزان يعني تمام تعالوا نشوف ايه اللي بعد كده الكلمات اللي عندي في lessons 3 and 4 الكي فوكابلر اللي عندي الكلمات الاساسية stopwatch ساعة شريط القياس اللي هو يا جماعة احنا بنقول عليه بالبلد كده المتر عبارة عن شريط طويل وفي تقسيمات ياما بالسنتيمتر والمتر وبعد كده الناحية التانية ممكن بيبقى بالبوصة البوصة والقدم عشان بس نبقى عارفين لان الامريكان بيستخدموا البوصة والقدم لكن احنا هنا في الدول العربية وفي الشرق الاوسط بيستخدم السنتيمتر والمتر suitcase حقيبة للسفر skyscraper يعني ناطحة سحاب ناطحة سحاب نكمل كده مع بعض باقي الكلمات في lesson 3 و 4 الكلمات اللي جاءت تحديدا في lesson 3 space فراغ او فضاء ticket يعني تذكرة way as a verb كفعل يعني بمعنى يزن measurement measurement يعني قياس ودينون اسم يعني poster ملصق صورة يعني يا جماعة وبتبقى بنقدر نبرمها كده في بعضها وتبقى زي رول يعني almost تقريبا او غالبا كادفر طبعا هنا بنطأها present هدية with a noun school bag حقيبة مدرسية الكلمات اللي جاءت في lesson 4 the great pyramid الهرم الأكبر bridge كوبري tools أدوات rules قواعد follow يتبع immediately مباشرة او في الحال website موقع على الانترنت check يفحص او يختبر information بتبقى على فكرة بمعنى معلومة او معلومات typing الطباعة او الكتابة يعني على الكيبورد عشان بس نبقى واضحين اكتر airport المطار او مطار لاني طبعا هو محددش اي مطار the red sea the red sea البحر الاحمر highway طريق سريع safely بامان parent احد الوالدين لان طبعا الجامعة بتاعها parents worker عامل large ضخمة او واسع the pan american highway الطريق السريع للبلدان الامريكية جماعة كلمة american هنا ملهاش علاقة بunited state of america ملهاش علاقة بالولايات المتحدة الامريكية مش فهم يعني ايه the pan american highway اهي هنا ده طريق دي امريكا الشمالية اللي هي north america ودي south america امريكا الجنوبية البان او اللي حلم ايه the pan american highway يا جماعة هو الخط الاحمر ده الواصل ما بين الامريكتين الامريكا الجنوبية وامريكا الشمالية او العكس طبعا وده بيمر ب14 دولة وطوله حوالي 14 الف فصلة 099 ميل وده تقريبا حوالي تقريبا انا بقول تقريبا حوالي 30 الف كيلو متر انه طبعا بيوصل زي ما قلنا ما بين قارتين زي ما احنا شايفين عبارة عن طريق سريع بيوصل بين البلدان في امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية فاسمه The Pan American Highway باملوش علاقة هنا دي جماعة الولايات المتحدة الامريكية هنا كده الولايات المتحدة الامريكية فاملوش علاقة فقط بالولايات المتحدة الامريكية لا اوالي علاقة بالامريكتين عشان كده بيقول The Pan American Highway طريق سريع للبلدان الامريكية بتاعة امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية طبعا احنا عارفين ان اغلبية مساحة امريكا الشمالية واخداها كندا والولايات المتحدة الامريكية وطبعا جزء للمكسيك وبعد كده طبعا امريكا الجنوبية فيها بلاد كرة القدم الشهيرة مش بس البرازيل لا كمان الارجنتين موجودة في امريكا الجنوبية ودول تانية سي بوليفيا وارجواي دول كتير اوي مشهورة بكرة القدم المهم تعالوا كده نشوف road طريق then ثم او عند اذن left مصعد اللي هو الاسمسير stone يعني حجر necessary يعني ضروري باستكمل مع بعض conjugation of irregular verbs تصريفات الافعال الغير منتظمة put 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 set 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 fly flew flown keep kept kept forget forgot forgotten وعلى فكرة التصريف التالي برضو ينفع يبقى forgot عشان بس نبقى عارفين يعني فيه forget forgot forgotten وفيه forget forgot forgot اللي اتنين صح هنا ممكن نخليها forgot زي التصريف التاني وممكن تبقى forgotten american or british انجليزي امريكي وانجليزي بريطاني think thought thought light let let shine shown shown نستكمل مع بعض باقي الكلمات اللي عندنا important expressions and the prepositions تعابيرات وحروف جر هامة ودي طبعا بتفيدنا كتير اوه في عسلة الاختيارات follow rules يتبع القواعد fly to aswan يسافر او يطير جوا الى aswan here are our tickets ها هي تذاكرنا let's see دعنا نرى a lot of space يعني كثيرا من الفراغ او المساحة at about 550 كيلومتر an hour بسرعة حوالي 550 كيلومتر في الساعة اقولنا بنحط كلمة pair p e r عشان بس نبقى عارفين spend time يقضي الوقت on the scales على الميزان on websites على المواقع الالكترونية او على المواقع الانترنت لان انا برضو بستخدم on مع الانترنت اهي on the internet على الانترنت what else وماذا ايضا tools for life ادوات للحياة give information يعطي معلومات check information يتحقق او يتأكد من المعلومات لسه معانا باقي التعبيرات وحروف الجر الهم give measurements يعني يعطي المقاصات 5.25 براحتك عايز تقولها 25 وعايز تقولها 25 يعني 25 براحتك 5.25 كده كده بنترجمها 25 ما فيش اي مشكلة زي ما التيتشر في الكتاب يقول لي open page 2.5 2.5 معناها 25 بس هو بيسهل على الناس الضعيفة لاني بدلا ما يقول 25 والناس تبقى مش عارفها ويقصوا ديه فبيقول 2.5 ارقام الغرف في الفنادق ممكن بنقولها برضو بنفس الشكل اقول حرف حرف اقولها يعني رقم رقم معلش انا اسف ممكن اقول مسلا روم بدلا ما اقول مسلا روم 123 انا ممكن اقول روم 123 يبقى بدلا ما اقول 123 بقول روم 123 يبقى ما كده اقصد بيها الغرفة رقمية 23 how good are you with او how good are you at ما مدى ايجادتك في انت كويس في الحاجة دي الى اي مدى at the airport في المطار walk at about يمشي حوالي part of جزء من it's a good idea too بيجي بعدها فعلة في المصدر انها لفكرة جيدة ان بيجي بعدها الشيء اللي انت عايز تقوله الفعل اللي انت عايز تقوله في المصدر on the plane على متن الطائرة happy about سعيد بي quick at talk about يتحدث عن ask about يسأل عن work on يداوم على عمل شيء get to ويجي بعدها مكان ولكن get to يصل الى مكان ولكن بصعوبة بس نكون واضحين a present for you هدية لي لان انا كتب you لو شلت you قلت a present for you يبقى هدية لي لأي حد بقى ولكن انا كتب هنا a present for you يبقى هدية لك لك انت او لكي انتي نكمل مع بعض الجزئية اللي جاية words and opposites الكلمات وعكسها take give allow يسمح prevent يعني يمنع high عالي او مرتفع low منخفض heavy ثقيل light خفيف confusing words كلمات مربكة او كلمات تسبب الارتباك وده طبعا بيساعدني في حل السؤال بتاع read and correct اقرأ وصحف ruler بمعنى مصطرة وبتيجي كمان بمعنى حاكم rule قاعدة وبتيجي بمعنى يحكم لو انا استعمل بتاها كفاء quiet معناها الى حد ما او تماما لكن هنا quiet 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 شفنا هنا دي quiet يبقى المفروض الteacher لما يقول الطبابة كونوا هادئين يقول be quiet be quiet مش be quiet لان be quiet quiet معناها الى حد ما point معناها نقطة او علامة عشرية اللي هي ممكن اقول five point twenty five يعني خمسة فاصلة خمسة وعشرين ودي اللي هي بزيه عندنا بمعنى علامة عشرية وممكن النقطة اللي بتبقى في اخر كل جملة paint يدهن او يلون النقطة طبعاً لفخر كل جملة لها كلمة تانية احنا بيقول عليها full stop او period full stop بالBritish accent و period بالامريكان اكسن و period بالامريكان اكسن يعني يكتب على لوحة المفاتيح اللي هي سواء ان كانت الى كتبة او الكيبورد بتاعت الكمبيوتر tape شريط لاسط اللي بقى دي type ودي tape music موسيقى musician musician موسيقار او اي شخص بيلحن بيعزف ممكن نقول عليه musician لاهو علاقة بالموسيقى طيب read and correct the underlined words اقرأ وصحح الكلمات اللي تحتها خط number one I can use a rule to draw lines انا اقدر استخدم قاعدة لرسم الخطوط لا اللي منفعش انت عايز تستخدم مصطرة يبقى بدلا ما هي rule تبقى ruler مظبوط جد طيب number two he is quiet short انت بتقول لي ايه quiet اللي فيها جوه دي معناها هادئ he is quiet short هو الى حد ما انت عايزها كده هو الى حد ما قصير يبقى ما ينفعش اقول quiet انت عايز quiet اللي بقى فيها من برا number three ali pointed his room ali point معناها يشاور يعني ايه شاور على او شاور على مفيش على حتى شاور غرفته ده معناه اوه انت عايز تقول لي دهن دهن ورفته يبقى painted هي الاجابة الصحيحة بدل pointed type number four حسن كان تيب well on the computer كلمة تيب معناها شريط لاصق شريط لاصق انت عايز على الكمبيوتر يقدر يكتب على الكيبورد بتاعة الكمبيوتر بدي اسمها تايب تي واي بي اي وجي الاجابة الصحيحة تعالوا مع بعض نشوف اسئلة الاختيارات choose the correct answer from a b c or d number one space are very high buildings ايه هي اللي بتكون مباني مرتفعة جدا طيب انا ممكن اقول suitcases دي حقاء بصفر bridges sky scrapers ناطحات سحاب ولا scales الميزان طبعا كده وضحت ناطحات السحاب sky scrapers هي الاجابة الصحيحة number two you can put your space on the plane when you travel بتقدر تحط ايه اللي ملكك انت على متن الطائرة عندما تسافر pencil cases المقلمة لكن دي جمعها بقى المقالم suitcases حقائب السفر rulers المساطر ولا clocks الساعات اكيد الاجابة واضحة انا اقدر احط شنط السفر على متن الطائرة معايا وانا مسافر suitcases هاي الاجابة الصحيح number three we use a space to measure how long wide or tall the car is احنا بنستخدم ايه عشان نقيس طول وعرض وطول السيارة الرأسي كده ده طول أفقي العرض والطول الرأسي بتاع السيارة بنستخدم ايه عموما عشان نقيس tab tablet tape measure ولا recorder طيب احنا عارفين ان الشيء اللي انا بستخدمه علشان ايه هو شريط القياس واسمه tab measure مظبوط جدا الاجابة number c number four space are used for weighing weighing احنا بنطقها كده weighing people or things ايه اللي بيستخدم لوزن الناس والاشياء scissors يعني اما اص ولا rulers المساطر ولا scales الميزان ولا sandals الهاب العربي sandal طبعا طبعا الاجابة واضحة احنا بنستخدم الميزان تبقى number c scales هي الاجابة الصحيحة number five space is used for measuring how fast someone can run ايه اللي بنستخدمه عشان نقيس سرعة شخص ما يستطيع ان يجري يستطيع الجري يعني يقدر يجري تعايزين نشوف هو سرعته قد طبعا احنا السرعة بنقسها على الزمن زي ما احنا بنقول ان هو قدر يتخطى الخمسين متر دول في زمن كذا فانا بالتالي محتاج ايه عشان نقيس الزمن احتاج ساعة مظبوط جدا بس اي نوع من الساعات عموما تعالوا شوف الاختيارات plane طائرة ruler مستره stop watch ولا suitcase طيب احنا قلنا عليها مظبوط جدا stop watch هي الساعة اللي انا بستخدمها واقدر اشغل فيعد ثواني وكسر كمان كسر الثانية بيتعد واوقف وقتا ما الشخص يوصل لنقطة النهاية عشكل وعيها stop وكلمة watch اسمها stop watch تمام تعالوا نكمل مع بعض اسئلة الاختيارات احنا مع الستيرين بوك كتاب الطالب الworkbook كتاب التدريبات and the previous exams والامتحانات الصادقة اول واحدة جات في الستيرين بوك a plane goes at about 560 km and space طيب الطيارة تستطيع انها تتحرك او بتقدر تتحرك في حوالي سرعة او بحوالي سرعة 560 كم في الساعة صح كده النطق بقى هو بيلعب لي عن نطق hour اللي هي ملكونا نحن hours برضو نفس القصة ولكن دي صفة ملكية مدبوع باسم يجي بعد دي الشيء اللي بمتلكه دي ضمير ملكية لا يأتي بعدها الشيء اللي بمتلكه hours ساعات وحضرتك بتتكلم في حاجة مفرد يبقى hour ساعة اللي هي 60 دي هيبقى انا عايز 560 كم فين في الساعة an hour الage silent فعشان كده هو كان بيلعب معايا في النطق مبين hour ساعة ومبين hour ملكونا نحن number two workbook جات في الworkbook يا جماعة a camel is usually two point one meters ايه طيب طول يا جماعة لان احنا قولنا بنستخدم الطول مع الحيوانات فهي في ولا طول ولا لونج ولا هاي طبعا طول هي الاجابة الصحيرة number three how space do most people walk لازم اقرى الاجابة يعني هو كتب لي سؤال وكتب لي بعدي الاجابة عشان اقدر احدد هو ايه يعني هو بيقول لي مش هنفع اقولها لازم لازم نقرى الاجابة most people معظم الناس walk بتمشي اتباوت فحوالي سرعة five kilometers per hour او an hour يعني خمسة كيلو متر في الساعة يبقى دي جات في east tanta شرق tanta سنة 2018 فلا هنا بقول ما سرعة او كم سرعة الناس او كم السرعة اللي بيمشي بيها الناس فيقول لي معظم الناس بتمشي بسرعة حوالي خمسة كيلو متر في الساعة طيب سرعة او كم سرعة how wide ولا how fast ولا how high ولا how heavy طبعا how fast هي الاجابة الصحيحة تدريبات من كتاب المعاصر number four never put your photos space websites احنا قلنا مع الانترنت عموما ومع المواقع تحديدا احنا برضو بنستخدم نفس حرف الجر عندي with ولا at ولا in ولا on مزبوط جدا احنا نستخدم حرف الجر on فهي بقى هيا دي الاجابة الصحيحة number five the camel goes at 64 space an hour الجمل بيمشي بسرعة ايه في الساعة لانه وكتب لي طبعا 64 ايه في الساعة طيب كيلو متر 64 كيلو متر في الساعة ولا كيلو جرامز وده طبعا اللي بنوزن بيها ولا سانتيمتر ده السانتيمتر ولا مليمتر المليمتر طبعا سهلة جدا 64 كيلو متر في الساعة that's it دي سرعة الجمل او اللي يقدر يعني سرعة اللي يقدر يوصل لها الجمل بحيث ان هو طبعا بيقدر يجري على فكرة وطبعا بنشوف على قنوات الخليج عموما السباقات بتاعة الهجن اللي هي الجمال يعني طيب تعالوا كده نستكمل مع بعض جزئية الاختيارات ونشوف كمان سؤال read and correct the underlined words number six it's not a good idea to space a long time on a computer ليست بالفكرة الجيدة انك ايه وقت طويل على الكمبيوتر انك تعمل ايه drive انك تقود ولا deal يتعامل ولا spend يقضي ولا use يستخدم تمام ليست بالفكرة الجيدة انك تقضي وقت طويل على الكمبيوتر يبقى spend هي الاجابة الصحيحة تعالوا نشوف read and correct the underlined words اول جزئية عندي جات فالسيون بوك وورك بوك وكمان ال previous exams الامتحانات الصادقة اول حاجة فالسيون بوك how tall is a plane ما ينفعش اصحح وانا افتع عند علامة الاستفاهم فقط هو مجاود فقال لي about 40,000 كيلو جرامز انت بتقول لي ايه كيلو جرامز يبقى انت بتسعى عن الوزن يبقى ما وزن how heavy تمام جد بدل how tall جات فالworkbook الجملة رقم اثنين the pan american highway قلنا الطريق pan السريع ووريتكوا صورة عنه is the world's longest skyscraper طيب ازاي اصلا انت بتقول لي sky scraper اللي هنا تحت السحاب و بتقول لي long او longest يعني ان كلمة longest دي قلنا زي السجادة زي الشارع زي الطريق highway طريق سريع تمام انا هقدر اقول له is the world's longest highway والله تمشي ما فيهاش مشكلة لكن انا ممكن اقول له طريق وطريق مش شارع اخلي بالك لان كلمة شارع ستريت ده داخل المدينة لكن ده طريق واصل ما بين 14 دولة تقريبا يا جماعة زي ما قلنا فبالتالي انا بقول road هي الاجابة الافضل number three how high is this tower دي جات في القاهرة المطارية 2018 طب انت بتقول لي برج احنا زي ما اخدنا المثال على برج خليفة العرض بتاعه قياسه اكيد اقل من الطول لان انت بتقول لي برج اصلا فبالتالي احنا بنقول هاو ايه ايوه how tall ممتاز المعاصر exercises تدريبات خاصة بالمعاصر ادي او برج خليفة تمام number four برج خليفة is 828 متر ديب انا فكرة ديب يا جماعة عمق طيب هجاوبها ازاي انا مش عايز العمق انت بتقول لي 828 كم ده طوله يبقى طول يا استاذ بدل ديب ديب دي مع البحر number five how speed does a plane go انت بتقول لي speed سرعة بس ما بتجيش مع هاو دي فانت عايز سرعة الطيارة بنقول how fast ما بقولش how speed rulers المساطر المساطر بتستخدم في قياس الاوزان لا 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 طبعا مستحيل احنا بنستخدم حاجة برضو بتيجي في صيغة الجمع قولنا الميزان وهو scales هي الاجابة الصحيحة تعالوا مع بعض نشوف ازاي بنحل complete the following dialogue بس عشان احل complete the following dialogue انا محتاج اخد ال language functions تعالوا نشوف ال language functions الوظائف اللغوية اللي عندي النهاردة asking about and giving measurements السؤال عن واعطاء القياسات بما اني طبعا اخدنا ادوات الاستفاهام مع القياسات فبالتالي هو كمان جايب لل language functions عن السؤال عن واعطاء القياسات asking about measurements وهنا giving measurements طيب تعالوا كده نشوف السؤال ازاي والاجابة بتاعته ازاي how ممكن اقول how long يبقى معناها ما الطول how wide ما العرض او قولنا الاتساع how high كامل ارتفاع وممكن اقول is your bag حضرتك هتقدر تجاوب بالمتر بالسنتيمتر حسب الشيء انت بتسأل عليه it's 50 centimeters long سألت ب long هقول long it's 50 centimeters سألت wide هقول wide سألت ب tall هقول tall سألت ب high هقول high ودي قولنا بتتنتق 50 centimeters ولو قولت 50 centimeters من غير ما حط من غير ما حط الصفة مفيش مشكلة انت كده كده مديني الإجابة طيب how heavy is your bag طبعا is your bag دي متغيرة او your bag تحديدا متغيرة للسؤال عن الوزن ما وزن شنطتك على سبيل المثال it's 5.25 او 25 kg اهي 5.25 kg او 25 على فكر ايه 25 على طول how fast does a plane go ممكن اقول a car ممكن اقول bugatti car عشان انا حدد نوع السيارة فده السؤال عن السرعة a plane او الشيء اللي انت قلته ايه ان كان انت سألت عن سرعته goes at about five hundred sixty kilometers per hour او an hour عشان نبقى عارفين وده بيبقى بالارقام كده خمسمية وستين كيلو متر ليه كيلومتر an hour قلنا في الساعة او pair hour عشان لو سمعتها حد بقولها pair hour ما تقول شي انه هو بقولها الغلط تعالوا نشوف بقى مع بعض زي ما احنا قلنا سؤال complete the following dialogue complete the following dialogue between طبعا احنا غالبا بنحط كلمة واحدة زي ما احنا عارفين can i ask you some questions اقدر اسألك بعض الاسئلة فايمن هيقول له yes of طبعا نعم طبعا yes of course واحد غصبا عنه كان هيقولها اصل لان احنا عارفين درجة اوي ومشهورة جدا ادل سأل سؤال how space is a camel فرد عليه ايمن قال له a camel is usually two point one meters طب احنا قلنا مع الجمل يبقى طول الجمل يبقى how tall is a camel فانت حضرتك لما بتحط القياس بالمتر او اين كان القياس وعايز بعدي كلمة فبحط الصفة سألتك بهاو طول هتقول لي a camel is usually two point one meters طول برد عادل سأل سؤال وقال له how wide is the red sea كم عرض او كم اتساع البحر الاحمر الاتنين صح فطبعا هقول له some parts of the red sea بعد الاجزاء من البحر الاحمر are about 355 كيلومتر بعد الاجزاء من البحر الاحمر حوالي تصل حوالي 355 كيلومتر ايه انت سألت وعايز بعد القياس الصفة هحط نفس الصفة اللي انت سألتني بها بعد هاو تبقى wide طيب تعالوا نشوف سؤال too many دعالوا رقم واحد number one محادثة طبعا سريعة ما بيكتب ليش اسماء او ممكن ساعات يكتب لي اسماء مش هتفرق how long is your school bag ما طول الحقيبة بتاعتك طيب خلاص قول اي رقم قول اي رقم it's 45 cm long فيش اي مشكلة صح it's 50 cm long قول انت عايز كملوا قالوا is it heavy قالوا yes it is فقيلة قالوا نعا طوكا سألت سؤال فمحمد قالها it is used to measure هو بيستخدم لقياس the length and the width of things بيستخدم في قياس طول وعرض او اتساع الاشياء فقالت له thanks a lot يبقى هي سألته عن ايه طيب ايه اللي احنا بنقيس بيه جماعة العرض والطول و ايه هو قولنا شريط القياس صح كده اللي احنا بيروع ليه بالبلدي والصناعية بيروع ليه المتر تمام طيب انا ممكن اقوله فيما نستخدم كذا او بماذا او فيماذا يستخدم كذا انا ممكن اللي هو طبعا شريط القياس اللي احنا قلنا عليه what do we use a tape measure for ده السؤال الصحيح what do we use a tape measure فيما نستخدم قلنا شريط القياس نستخدمه لايه طبعا عشان انا بس كتبت على علامة الاستفهام فحطت علامة الاستفهام لما بكتب على النقطة وغطيها انا ملتزم ان انا حط النقطة بتاعتي في نهاية كل جملة وعلمة الاستفهام في نهاية كل سؤال يبقى what do we use a tape measure for هنا بنكون وصلنا نهاية حلقتنا ياريت ما ننساش لايك وشير ومنحرمش الغير لايك وشير وما توقفش الخير لو حضرتك او حضرتك مش مشتركين في القناة يسعدنا اشتراككو في القناة وانضمامكو لينا ياريت كمان ما ننساش نفعل زر الجرس لان مع تفعيل زر الجرس بتكون متابع اول باول لان بيجيلك اشعار مع نزول كل حلقة جديدة لو حابب تبحث على الحلقات السابقة على اليوتيوب تقدر تستخدم الكلمات الماضية للاقواس ايز انجليزي يقول اعدادي هتظهر لك كميح حلقات الصف الاول اعدادي والخاصة بقناة ايز انجليزي على الشريط اللي تحت بيظهر هاشتاج باللغة الانجليزية لو استخدمته في البحر على فيسبوك هتظهر لك الصفحة بتاعتنا وهيظهر لك الجروب بتاعنا يسعدنا ويشرفنا انضمامكو للصفحة وللجروب للمجموعة بتاعتنا اتمنى يا رب ان انا اكون ادارت اساعدكم لهذا كان معكم مستر طالبنا من قناة ايز انجليزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة